وأيضاً للوقوف عند آخر التطورات الميدانية وما يشهده قطاع غزة ينضم إلينا من هناك مرة جديدة الصحفي خضر الزعنون خضر آخر المعلومات الميدانية لديك قيل بأنه كان هناك غارة منذ قليل وتم استهداف أيضاً عفواً مستشفى الوفا للمسنين تفضل نعم قبل أقل من دقيقة من الآن كانت هناك غارة على هدف بالقرب من مستشفى الشفاء الذي نتواجد أمامه هذه الغارة حتى هذه اللحظة لم تتضح ماذا استهدفت ولكن أيضاً سبق ذلك استهدفات بعدة غارات استهدفت عدة منازل هنا وكان يأخذها في حي الزيتون إلى الجنوب الشرق من مدينة غزة عندما استهدفت إحدى الغارات بصاروخ واحد على الأقل منزلاً مقتض بالمواطنين ما أوقع ضحايا وإصابات أيضاً سبق ذلك استهداف في محيط مستشفى الوفا للمسنين الواقع في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة وأوقع ذلك عشر من المصابين على الأقل بينهم نساء وأطفال الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على مختلف المناطق هنا في قطاع غزة وأيضاً كان في منطقة الجنوب خصوصاً في مدينتي رفح وخان يونس والتي نالها النصيب الأكبر من الضحايا والمصابين منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة وفقاً لوزارة الصحة هنا في قطاع غزة فإنه منذ ساعات الصباح وحتى الآن 704 من الضحايا سقطوا نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة إضافة إلى أعداد كبيرة من المصابين والجرحة الذين يتوالوا على المستشفيات هنا في كل لحظة نتيجة هذه الغارات المتواصلة من قبل الطائرات الإسرائيلية وأثناء متابعة حديثك أيضاً هناك يبدو غارة جديدة إسرائيلية على قطاع غزة هذه الغارات ربما لم نشهد مثل هذا القصف المكثف لقطاع غزة قبل ذلك وخاصة في محيط المستشفيات خضر أكيد بالفعل هذه الغارة الأخيرة كانت في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة وأيضاً سبق ذلك استهداف في محيط مستشفى كمال عدوان الواقع إلى الشمال من قطاع غزة وتحديداً في بلدة جباليا إلى الشمال من القطاع ما أدى إلى سقوط ضحية على الأقل وإصابة أيضاً تسعة من المواطنين بينهم أطفال حيث تم استهداف أحد المنازل المأهولة بالسكان وأيضاً نقل هؤلاء الذين أصيبوا إلى مستشفى كمال عدوان أيضاً آخر المعلومات المتوافرة لديك حول ربما الشح في المستلزمات الطبية خاصة وأن منظمة الأونروا كانت قد رفعت الصوت لعدم لشح الوقود يبدو أن هناك حديث وتفاوض حول إمكانية إدخال المزيد من الوقود وبالتالي بأي وضع قطاع غزة اليوم لسيما نحن نتحدث عن خان يونس وهذه المناطق في القسم الجنوبي نعم بالفعل فيما يتعلق بهذه المادة الضرورية جداً مادة السولار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تعمل بها المستشفيات هذه المادة أصبحت غير متوفرة في هذه المستشفيات ما ينذر بحصول كارثة ربما صحية قد تطال هذه المستشفيات التي نفد منها السولار اللازمة لتشغيل المولدات التي توقفت حوالي 25 مستشفى هنا في قطاع غزة بعيدة يعني إما استهدافها بشكل مباشر أو نتيجة نفاذ الوقود زميلة العلقة تشاهد الآن أمام مستشفى الشفاء في قسم الاستبال مركبات خاصة تنقل أعداد من المصابين في الغارة الأخيرة التي هي في محيط المستشفى وأيضاً هناك أعداء أنا أشاهد أيضاً أطفال يتم نقلهم وإخراجهم من تلك المركبات وأيضاً من سيارة إدارية وهذه ليست من سيارة مصابين التي تقل المصابين من الأماكن التي تعرضت للغارات الأخيرة التي كنا نشاهدها معاً عبر الشاشة نعم المواطنون إذا أجدت يحملون أحد الضحايا أو المصابين في هذه اللحظات ونسمع أيضاً صوت سيارات الإسعاف التي أيضاً تقل على ما يبدو أنه استهداف مباشر لأحد المنازل في محيط مستشفى الشفاء حيث أن الأعداد التي بدأت الآن تتوافد إلى المستشفى وتقل هذه الأعداد من الجرحى والمصابين إلى المستشفى الآن وصلت أيضاً مركبة إسعاف تقل أيضاً جرحى ومصابين بفعل هذه الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي رأيناها بأم أعيننا وشاهدنا ألسنت أن لها بودخان تتصاعد من المكان القريب من لا يبعد تقريباً 150 متراً أو أقل من مستشفى الشفاء ولازالت مركبات المواطنين أيضاً ومركبات الإسعاف تحاول أيضاً نقل المصابين والجرحى في ذلك المكان الذي تعرض العلقة تشاهد أيضاً هذه مركبة خاصة للمواطنين أيضاً تنقل أعداد من الجرحى والمصابين وأيضاً بعد هذه المركبة هناك أيضاً مركبة إدارية تابعة لوزارة الصحة وأيضاً تقل على ما يبدو أن سيارات الإسعاف يعني تواجه صعوبة في الوصول إلى المنطقة لذلك المواطنون الذين يكونون بالقرب من الاسهداف يحاولوا إنقاذ الجرحى والمصابين وذلك بنقلهم بسياراتهم الخاصة إلى هذا المستشفى المقتض بالمناسبة بأعداد كبيرة سواء بالضحايا أو بالجرحى والمصابين نعم أن أترك الكاميرا لتتحدث أو الصورة نحن نتابع هذه الصور البادي على وجوه المواطنين لأنهم يرون هذه المشاهد نعم المزيد من الجرحى الفلسطينيين إذن إلى مستشفى الشفاء في غزة نتيجة هذه الغارات التي كنا نشاهدها مباشرة عبر شاشة الحدث شكراً لك خضر لكل هذه التحديثات نتمنى لك السلامة ولكل الزملاء المتواجدين من أجل نقل الصورة والحدث كما هو على أرض الواقع من غزة شكراً لك خضر الزعنون